مارتين غريفث في واشنطن هذه المرة ألقى المبعوث الأممي إلى اليمن برحاله في العاصمة الأمريكية بحثا عن دعم لإنجاح مهمته وللحيلولة دون فشل يلوح في الأفق في ظل التعقيدات الكبيرة التي تعترض هذه المهمة أجر المبعوث الأممي لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونغرس وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكية ميك بومبيو وذلك في إطار مساعيه لتجنب الحديدة معركة عسكرية حيث أكد بومبيو مجددا دعمه جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفث لاستئناف المفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن وتزامن وجود المبعوث الأممي في واشنطن مع زيارة لوزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي التي أجرت برفقة السفير الإمارات المثير للجدل يوسف العتيبة لقاءات مع المبعوث الأممي نفسه ومع مسؤولين في الحكومة الأمريكية وفي الأمم المتحدة وصفها العتيبة بأنها كانت مثمرة للغاية وأكدت الوزيرة الإماراتية للمبعوث الأممي الحاجة للتوصل إلى اتفاق يتضمن تسليم الحديدة سلميا للحكومة الشرعية مهمة المبعوث الأممي في واشنطن يراها مراقبون مؤشرا على المستويات العديدة من الضغوط التي يمارسها على السلطة الشرعية وليس على الإنقلابيين للقبول بخطة تشمل الحديدة وتعيد الأطراف إلى طاولة المشاورات بتنازلات يبدو أنها غير مقبولة البتة من جانب الحكومة فقد أوضح وزير الخارجية خالد اليماني أن المبعوث الأممي كان قد عرض بشأن الحديدة أفكارا تعتمد على ثلاث نقاط وهي الانسحاب وموارد الميناء التي تحالل البنك المركزي ونوع من الإشراف الأممي على ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى وقال اليماني أن الحكومة قبلت بهذه النقاط واشترطت الانسحاب الكامل غير المشروط للميليشيا من الساحر الغربي وشددت كذلك على عدم اجتزاء الحل وعلى أن الحكومة لن تقبل بذلك فيما يعد مؤشرا على أن المبعوث الأممي يبتعد مسافة تبعث على القلق من مطالب الحكومة وشروطها التقدم العسكري كما هو السياسي في الحديدة بات على ما يبدو رهن الإشارة الخضراء الأمريكية التي يسعى المبعوث الأممي إلى إبقائها حمراء كما هي منذ أكثر من ثلاثة أعوام